وقع وزير الدولة محافظة محافظة عدن أحمد حامد لملس مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد رفيق اتفقية العقد الرسمي لمشروع البنية التحتية للصرف الصحي الموول من قبل صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والسلطة المحلية بالمحافظة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف دولار أمريكي منها اثنان مليون دولار أمريكي مول من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما تكلفت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن وتكفلت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بالتكلفة المتبقية ويهدف المشروع إلى توفير خدمات صرف الصحي آمنة وموثوقة للفئة الضعيفة بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المظيفة في عدن من خلال إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي الحالية مما سيقلل التلوث البيئي ويحسن الصحة العامة في المنطقة ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي مليون ونصف شخص بحلول عام 2026 مما سيعزز بشكل كبير جودة الحياة والحالة الصحية في المناطق المستهدفة في دالسعد والشيخ عثمان والمنصورة وعقب التوقيع الشدد لملس على سرعة البدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع والالتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها لما يمثله المشروع من أهمية لسكان عدن كونه سيسهم في حماية المياه الجوفية من التلوث بفعل الحفر الراشحة لافتن إلى أن هذا المشروع يعد اللون الأساسية لتخفيف الضغط على محطة الحسوة وسيساعد في مواجهة التوسعة وتوسع العمراني ووقف عملية التصريف إلى البحر